اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة أخذتهم في التطور والنماء نحو مستويات أكثر تقدما نعم أكد سموه أن تطور هذه العلاقات تعكس العزم على مواصلة ترسيخ الإرث الأصيل المشترك على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة يدعمه الحرص على التعاون والتنسيق المتبادل حول مختلف الخطط والمشاريع والمبادرات الجامعة مشيرا إلى أن نجاحات المملكة العربية السعودية يعود بأثرها على المنطقة كافة وهي مصدر فخر واعتزاز دائم منوها بالأدوار الحيوية التي تطلع بها لتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة بما يسب في تحقيق مستقبل أفضل للجميع قال سموه أن مسارات التنمية وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة تمضي قدما مشيرا إلى أن الخطط التنموية الطموح في المنطقة وتعزيز تنافسيتها يحقق الخير والنماء لدولها وشعوبها معربا عن تطلعه لأن تحقق هذه الخطط أهدافها التي ستخلق أو ستخلق مزيدا الفرص وترسخ التنافسية التي يعود بأثرها بالنفع على الجميع أشار سموه إلى أن المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة في جميع المجالات ستسهم في رفض الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية بما يلب التطلعات المنشودة لافتا إلى أهمية أن تحظى مبادرة التنمية بتوفير فرص نوعية أكبر لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز المقاومات الجاذبة لها ودعمها بأحدث التقنيات المبتكرة جاء ذلك لدى مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة الذي يُعقد في الرياض تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ونوه سموه حفظه الله بأن الاستثمار في الإنسانية مرتكز أساسي للاقتصادات الناجحة وهما أثبتته جائحة فيروس كورونا العالمية التي أضفت بعدا جديدا للتعاون الدولي القائم على تعزيز المبادئ الإنسانية وشيرا سموه بالمبادرات الاقتصادية في المنطقة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنها مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة التي جاءت متزاملة مع مرحلة ما بعد الجائحة وأهمية التنسيق على كافة المستويات للوصول إلى وطيرة النمو الاقتصادي المنشود لمختلف الدول بما يسمو في تحقق التعافي الاقتصادي لكافة القطاعات وتعزيز الاستقرار المالي أضف سموه أن ما تم طرحه في النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار يجدد ثقة في قوة الاقتصاد العالمي ويبعث على الأمل في عادة رسم ملامح تعافيه عبر مختلف الاستثمارات والشركات التي تهدف المبادرة إلى تحقيقها منوها بأهمية تحفيز أوجه الإبداع والابتكار في مجالات الاستثمار لتنويع اقتصادات المنطقة ودعم نموها عبر سموه عن اعتزازه بالمشاركة إلى جانب أشقائه من الدول الشقيقة والصديقة في هذه المبادرة التي تعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة متمنيا للمشاركين في منتدى مبادرة الاستثمار كل التوفيق والنجاح في بلوغ الغايات المنشودة